جاءه بعض أصحاب رسول الله في ذلك اليوم فقالوا ألا تشد فنشد معك فقال أخشى إن شددت أن تتركوني فقام فشد عليهم شد اللي هو شدت كده اختراق يعني فدخل الزبير بن عوام أثناء القتال مخترقا الصفوف وبالفعل لم يكمل معه من بدأ معه وأكمل هو رضي الله تعالى عنه إلى أن اخترق الجيش ثم رجع ضروري يكون فيه واحدة من البرامج واحدة من المواد التي تقدم اللي هي أيام الإسلام أو معارك الإسلام الكبرى هاي ضروري جدا وضروري أن يربوا عليها من المعروف والمعلوم في معركة اليرموك أنه كان فيها نساء من نساء المسلمين في المعسكر الخلفي وكان لهم دور في تلك المعركة والدور الأساسي في تلك المعركة هو تأنيب الفارين والمتراجعين أي أحد يرجع وينسحب يجلدوه فلم تر يوم اليرموك إلا مخا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة من ذلك الموك الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه ونسأله التوفيق والعون والبركة وننطلق في المجلس السابع من مجالس سلسلة القرون المفضلة وخير القرون ولا نزال في هذه المجالس في مرحلة أبي بكر الصديق رضي الله وتعالى عنه وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء إيش طابع أغلب الأحداث اللي أخذناها في المجالس الماضية تعتبر أمور داخلية إحنا تتذكر وقلنا عندنا دائما حفظ الدين يكون بجهتين من جهة المادة مادة الدين وما يتعلق بها ومن جهة دفع الشر الخارجي عنه أغلب شيء في المجالس الماضي إيش يعتبر في دفع الشر ونشر الدين التوسع فيه لكن يمكن ما تكلمنا في الجانب الأول إلا من ناحية إيش جمع القرآن صح ولا لا إحنا قلنا أنه يا جماعة الخير دائما الدين لا يحفظ بمجرد المقاومة ودفع العدو الصائل ولا بمجرد لا بد يكون فيه جزء متعلق بمادة الدين وحفظ العلم وما إلى ذلك هذا من حفظ الدين كذلك طيب اليوم قلت قبل ما نبدأ خلينا نأخذ هذا الكتاب الجميل الكبير أشاء الله تبارك الله وزنه ما أعرف كم اللي هو مسند الإمام أحمد طبعا هذا هذه طبعة مضغوطة فيها مسند الإمام أحمد كاملا بهذه الطبعة و نأخذ مجلس نقل المسند شوف كتاب واحد الحمد لله يعني يبغالوا عزلة خمسة شهور بس طيب يعني 27 ألف حديث فقط الحمد لله رب العالمين طيب هذا المسند سلمكم الله أول قسم فيه أول ما تفتح المسند كذا أول ما تفتح المسند تلقى باسم الله الرحمن الرحيم مسند أبي بكر الصديق مسند أبي بكر الصديق وهي الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع أن خلافته كانت خلافة مليئة بالأحداث ومليئة بالجهاد والقتال إلا أنه رضي الله تعالى عنه كذلك كان له دور في حفظ مادة الدين ونقل العلم سواء عن طريق جمع المصحف أولا أو عن طريق تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الأحكام ثانيا وهذا المسند يعني ما أدري ممكن يعني تتيسر فرصة نقرأ حديث أبي بكر الصديق لأنها ليست كثيرة يعني مجموع الحديث التي أخرجها الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واحد وثمانين حديث جيد يعني تقرأ في مجلس وهذه الواحد وثمانين فيها شيء من المكرر ربما قليل وفيها بعض الأمور الأخرى لكن سأقرأ عليكم بعض شيئا يسيرا يعني حتى كذا نفهم شيئا مما فعله أو بكر الصديق أو نقله أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أثر فيها أو بكر الصديق أولا أبدأ بأثر لطيف ليس من عادث الإمام أحمد يخرج مثله لكنه أخرجه هنا لأنه يعني هو ليس من الأحاديث المرفوعة تعيد الإمام أحمد عنايته في المسند بالمرفوع لكن هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد صاحب المصنف قال أهل مكة يقولون كذا الخبر قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء نحن في حين عندنا أخذ إيش عادة أخذ الحديث أخذ العلم صح درس عنده فلان لكن عمركم شفت أحد أخذ الصلاة من أحد في الهدي الأول كان الذي ينقل ويأخذ ويتعلم ليس العلم الشفهي فقط وكان من أعظم ما يتعلم الهدي العملي بل إنه قد ورد عن المتقدمين من بعض التابعين رضي الله وتعالهم أو من بعض التابعي التابعين أنه قالوا كنا قبل أن نسمع حديث الرجل ننظر إلى صلاته ننظر إلى صلاته فإن استقامت سمعنا منه الحديث جيد اسمعوا هنا ماذا يقول عبد الرزاق رحمه الله شيخ الإمام أحمد يقول أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذ عطاء الصلاة من ابن الزبير وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج قل عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج هذا الآن الرؤية المشاهدة أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج بعدين أبد الرزاق يقول أهل مكة يقول أن أبن الجريش ترى أخذها من عطاء وعطاء أخذها من ابن الزبير وابن الزبير أخذها من أبن بكر وأبن بكر أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإن أصحاب رسول الله كانوا يحرصون على نقل الهدي العملي وقد ورد في أكثر من حديث أنه يعني اللي كان يتوضأ ليعلمهم الوضوء أو يصلي ليعلمهم الصلاة وهذا من الهدي المهم الذي ينبغي حفظه هذه واحدة من الحديث التي أخرجنا أمام أحمد في المسند عن أبو بكر المصديق فيه أنصبة الزكاة أنصبة الزكاة المعروفة في الفقه أهم حديث على الإطلاق روية في السنة النبوية في أنصبة الزكاة أخرجه الإمام البخاري من حديث أبو بكر المصديق وهذا أيضا شيء من القسم الأول وهو من نقل العلم وحفظ الدين وتبليغه وهو كتاب أصلا كتبه أبو بكر المصديق إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين لأخذ الصدقات فكتب له أنصبة الزكاة التي كانت عند النبي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو أول حديث؟ فقط نقرأ أول حديث في المسند حديث أبو بكر ثم ننتقل قال إمام أحمد رحمه الله وتعالى حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يا عدم أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه هذا أول حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده يعني بكر نصدق وروي بأكثر من لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب أو نحو ذلك طيب وين وصلنا يا جماعة الخير في الحديث عن تسلسل الأحداث أخذنا الرواية المجملة في فتوح العراق صح إلى الجولة الثالثة خلصنا الجولة الثالثة طيب جميل 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 خلونا نأخذ بعض الأحداث اللي صارت في الإجمال هذا نحن قلنا عين التمر صح فتح معركة عين التمر أو فتح عين التمر عين التمر موجودة الآن معروفة يعني العراق هذه عين التمر سلمكم الله كان من الأشياء اللي فيها موضوع السبي اللي هم أسروا وصاروا مماليك أو مملوكين من الموالي من الرجال أقصد هنا في عين التمر وكثير من أو عدد من المشهورين في هذه الأمة كانوا من أبناء المملوكين الذين سبوا في عين التمر نعم الذين سبوا في عين التمر في ذلك اليوم في عهد أبي بكرنا الصديق في قتال خادم وليد لأهل العراق كان هناك بعض من أخذوا في الحرب ثم خرج منهم مشهورين وعلماء وأئمة وكبار وهذا يفتح لنا صفحة عن موضوع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وأنه كيف كان المسلمون ينظرون إلى هذه القضية في ذلك الزمن وقضية السبي وما يتعلق بها هي قضية بالنسبة لمن يعيش في هذا العصر الحديث هي قضية عصية على الفهم يعني صعب أنه احنا نتصور قضية هي غير موجودة أصلا ولا نعرف فكرتها ولا نظامها ولا ما عشناها ما رأيناها ما نعرف كيف كيف تدار يعني ولذلك يعني يكون هناك حاجز نفسي كبير تجاه هذه القضية وفي المقابل سبحان الله هذا شيء عجيب يعني في المقابل نتقبل صور من العبودية العصرية اللي هي مغلفة بغير اسم العبودية نتقبلها ونصطلي بنيرانها وبس عادي يعني عادي احنا عايشين يعني لأنه شيء احنا متعودين عليه وشايفين لأنه ترى الإنسان الذي يعيش في ظل الدولة الحديثة ويكون مكبلا من كل جهاته وكأنه مصلوب مقيد ومضروب بالمسامر من كل جهات ولا قيمة له إلا بأوراق معينة مختومة وتكون معه وهذه الأوراق يعني هي أهم منه فلا يموت إلا بهذه الورقة وإذا مات بدون هذه الورقة فقد لا يدفن أو قد يرمى يدفن في أي شيء يعني ما يعترف بأنه وإذا ولد فلا قيمة له ولا أي حقوق له إذا لم تكن عنده هذه الورقة وإذا احتاج أن يتنقل من مكان إلى مكان لا يوجد شيء في المنطق الحديث اسمه ظروف إنسانية إلا نادرا يعني موجود لكنه نادرا يعني وبصعوبة ولذلك نجد إحنا الآن آلاف الناس يموتون في البحار اللي هم اللي يروح يبحثوا عن لجوء أو يبحثوا عن كذا ناس تروا كله ليش هذا لأنه صار في قيود شديدة جدا على الإنسان المعاصر وصرت أنت يعني أشف ما يكون بالمهيمن عليك في كل من كل الجهات من كل الجهات يعني ما في شيء أنت تسوي إلا لازم تأخذ فيه إذن أو بصمة أو شيء وعادي خلاص يعني هو صار شيء معتاد عليه الناس وفي ناس لهم حقوق كثير لأنه عندهم لون جواز معين وفي ناس ما لهم أي حقوق لأنه هم يعيش في نفس البلد ونفس العادي يروحوا ويجوا ويطلعوا وينزلوا هذه الآن صورة من صور يعني أدريش ممكن سميها صورة من صور العبودية أو صورة من صور القهر أو أيا كان بغض النظر عن ظروف الملابسات أنا الآن ما أتكلم ليش وكيف وأيش أنا بس فقط أصف تنستوعب بس فهمتون أنا أقول لو أنت روحت الواحد من الزمان تجي تقوله ترى الناس صاروا يعيشوا في زمن هذه طريقته عارف؟ هذه طريقته وإلى آخره مما تعرفون من أمور زماننا كان ممكن يقول لك ما هذا الرق الذي أنتم فيه ممكن لذلك إحنا الآن نفس الشيء لما ننظر إلى الماضي وقضية الرق وقضية الكذا إحنا ما نستوعب هذه القضية لأنها كانت في صورة أخرى في عالم آخر كان الناس متقبلين لهذه القضية كانت هي شيئا من الأمور السائدة في العالم طبعا الحديث هنا ليس عن فكرة أنه كيف نظر إليه الإسلام والحقوق التي وضعها والنهي عن الظلم الذي وضعه والحقوق الكبير التي وضعها للرقيق وما إلى ذلك الحديث ليس عن هذه القضية لكن أنا فقط أردت أن أشير إشارة إلى هذا المعنى فمثلا في عين التمر من الذين أخذوا في عين التمر سيرين والد محمد بن سيرين نعم معروف أنه من سبيعين التمر ومنهم حمران مولى عثمان وهو من رجال البخاري مشهور عن حمران رضي الله تعالى عنه رحمه قال حدثنا عثمان أيضا هذا كان من عين التمر وقال ابن كثير قال وجماعة آخرون من الموالي المشاهير أراد بهم وبذراريهم خيرا هذا من الأحداث أو من الأمور التي كانت في تلك المرحلة في عين التمر نفسها استشهد بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان بن بشير تعرف الصحابة النعمان بن بشير بن بشير رضي الله تعالى عنه أبوه بشير بن سعد استشهد ذلك اليوم في عين التمر في ذلك القتال طيب أمس قلتنا خبر دومة الجندل وكانت دومة الجندل وكانت الدومة وبعدين الشباب اللي من دومة امتحنونا وقال لك دومة ودومة وكانت حدودها إلى العراق وكانت مدري إيش وأحنو الذين فعلنا وحررنا الدن فيعني طيب تمام على عيننا وراسنا أهل دومة بس يعني شوية يعني جمع نتكلم عن دومة الجندل دومة الجندل ما ندخل بدومة اللي في دمشق إذا كنتوا تعترفوا في دمشق أصلا طيب ليش ما ينقص شي حبيبي نتكلم عادي نحن بس نقول الشباب يعلقوا بهذه الطريقة ما يصلح طيب من الأمور التي كانت أيضا تذكر وقعة الفراض مرينا عنها كذا أمس قلنا من الأشياء كان واحد من وقعات أو القتال اسمه الفراض هذا كان من آخر القتال الذي خاضه خالد في العراق في حدث يعني يبين شخصية خالد المريد احنا قلنا شخصية خالد كان فيها سمتين أساسيتين اللي هي إيش كانت فيها سمتان السمة الأولى الهمة العالية مع الصمود والثبات القوي جدا والسمة الثانية الدهاء العسكري والتخطيط اللي هو فعلا كان شيئا يكاد يكون معدوما في تلك المرحلة بهذا المستوى فواحد من السمة الأولى خالد المريد بعد ما أنهى معركة الفراض أمر الجيش أن يرجع إلى الحيرة أما كانوا فتحوا الحيرة الحيرة صارت زي القاعدة فراحوا إلى الحيرة فهو أمرهم وأظهر أنه يسير في الساقة في ساقة الجيش جيد ونزل بمجموعة قليلة من الذين معه مشتاقا إلى الحج ما كلم أحد ونزل إلى الحج كما يقول ابن كثير وهذه مشهورة يعني ذكرها المؤرخون يقول وسار إلى مكة في طريق لم يسلك من قبل وتأتى له في ذلك أمر لم يقع لغيره فجعل يسيره معتسفا على غير جادة يعني قاطع كذا الصحراء والطرق البرية بدون ما يكون مسلك معين وإنما راح على الخيل سريعا أنه بيروح يحج وبيرجع للعراق بسرعة بدون ما يقول لأحد جيد وبالفعل ذهب إلى مكة وعاد إلى الحيرة وبعد ذلك وصل الخبر إلى أبو بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه فعاتبه على هذا الفعل طيب تتمة لموضوع السبي في هذه السنة اشترى عمر مولاه أسلم تعرف أسلم قصص أسلم عمر أيضا هو بنفس هذه الحال وابن أسلم اللي هو زيد بن أسلم زيد بن أسلم هذا أحد كبار التابعين وأحد أئمة المسلمين وفقهائهم طيب بشير بن سعد الأنصار الذي استشهد في عين التمر كان من أهل العقبة أيضا شهد العقبة الثانية رضي الله تعالى عنه وشهد بدرا وما بعدها فكان من السابقين من الأنصار قال ابن كثير ويقال إنه أول من أسلم من الأنصار ويقال إنه أول من أسلم من الأنصار قال ابن كثير وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الأنصار رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة طيب من الذين توفوا في تلك المرحلة اللي هي السنة 12 حين ترى الساعة في 12 يعني ماشيين بالترتيب شوي فمن الذين توفوا في سنة 12 أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه مر عليكم الصحابي هذا أبو مرثد الغنوي أبو مرثد رضي الله تعالى عنه ما أذكر هذه لكن أبو مرثد الغنوي فيه بعض السمات تذكروا إحنا مقلنا عاقل بن أبل بكير كانوا أربع إخوة شهدوا بدرا هم الوحيد يعني لم يكن هناك إخوة شهدوا بدرا إلا هم الأربع هؤلاء إلا هم اللي هم عاقل وإياس خالد وعامر الآن أبو مرثد الغنوي شهد هو وابنه بدرا ولم يشهدها رجل وابنه سواهما جيد واستشهد ابنه مرثد يوم الرجيع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وابن ابنه أنيس ابن مرثد ابن أبي مرثد له صحبة أيضا شهد الفتح وحنينا وكان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس تذكروا القصة يوم أوطاس بعد حنين ما تذكروا أنه في واحد اللي كان يحرص فم الوادي من الصحابة كان في واحد من الصحابة يحرص فم الوادي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أظن في الرواية قال قد أوجبت ونحو ذلك حديث مشهور في السنن هذا حفيد أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهم أجمعين طيب هذا أبو مرثد توفي السنة الثانية عشرة لهجرة ممن توفي في السنة الثانية عشرة لهجرة كذلك أبو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العاص هذا ابن أخت خديجة بنت خويلد أمه هالة بنت خويلد فخديجة رضي الله تعالى عنها خالته طبعا أبو العاص له قصة مشهورة في السيرة يعني طالعها سهلة ومعروفة قصة أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب الآن كل هذه أحداث السنة الثانية عشرة سريعا كذا مررت على بعضها كتتميم لعرض يوم أمس الآن يا جماعة الخير لما جينا إلى السنة الثانية الثالث عشرة السنة الثالث عشرة الهجرة هنا التفتت الأعين إلى الشام وإذا كانت فتوح العراق عظيمة ومهمة وكبيرة فإن فتوح الشام مختلفة لأن الشام أصلا مختلفة بلاد الشام في منطق الإسلام في قاموس الوحي في ذاكرة التاريخ في ارتباطها بالأنبياء بلاد الشام مختلف بلاد الشام لها شأن عظيم جدا جدا في الإسلام لما نقول بلاد الشام طبعا المقصود فلسطين سوريا لبنان حتى في الحدود الآن في بعض البلاد اللي في جنوب تركيا تعتبر منها وكذلك الأردن هذه كلها بلاد الشام وأقدسها وأشرفها البيت المقدس طبعا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنوريه من آياتنا والآيات والحاديث التي تدل على عظم الشام وبلاد الشام أو على كونها بلاد الأنبياء وما إلى ذلك ولذلك يا جماعة الخير يعني هذه البلاد يجب أن تكون نظرتنا لها نحن نظر أيضا مختلف يعني مهما نزل بشيء من بلدان المسلمين من الكربة والشدائط فهذا لا شك له شأن لكن حين تؤثر أو تحتل بلاد الشام أو أهلها فإن هذا له ميزان مختلف من الشدة ولذلك حتى ترى بالمناسبة في آخر الزمان ترى الوعود كثيرة المتعلقة بالشام الوعود كثيرة المتعلقة بالشام والدجال سيخرج خلة بين الشام والعراق جيد خلة بين الشام والعراق سينزل جنوبا إلى المدينة وبعد ذلك سيقتل في الشام وعيسى عليه السلام سينزل في الشام في دمشق والملاحم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ستكون في الشام أليس كذلك؟ فبلاد الشام طبعا وحتى الحديث المشهور إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقدنت البلابل والزلازل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إليكم من يدي هذه من رأسك وكان وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس ابني حوالة وهو حديث جيد للإسناد فبلاد الشام مختلفة ولها قيمة مختلفة ولها شأن مختلف ولذلك بالفعل يجب أن ننظر إليها نحن نظرا مختلفا وإذا كان الأمر متعلقا بالقدس والمسجد الأقصى تحديدا فالأمر يزداد اهتماما وشعنا ولذلك اليوم يا جماعة الخير يكون فلسطين محتلة ويعني تحت اليهود وإفسادهم خاصة أن الاحتلال اليوم هو احتلال خطير جدا يعني احتلال ليس احتلالا عاديا فهذه القضية حقيقة يجب أن تكون من أولويات المسلمين يجب أن تكون من أولويات المسلمين نعم هي ليست القضية الوحيدة المسلمون قضاياهم واسعة وكبيرة ولكن هي من أولويات القضايا ولعل يأتي وقت الوحيد يتحدث عن قضية المسجد الأقصى وما يتعلق به لأن القضية حقيقة في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية لذلك عموما هنا في السنة الثالثة عشرة بعد أن بدأ المسلمون بفتح العراق توجهت الأنظار إلى الشام يقول ابن كثير استهلت هذه السنة وهي ثلاث عشرة والصديق عازم على جمع الجنود ليبعثهم إلى الشام وذلك بعد مرجعه من الحج وذلك عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وبقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب قال واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه جمع المسلمين لغزو الشام وذلك عام تبوك حتى وصلها في حر شديد وجهد فرجع عامه ذلك ثم بعث قبل موته أسامة بن زيد مولاه ليغزو تخوم الشام كما تقدم ولما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق فشرع في جمع الأمراء من أماكن متفرقة من جزيرة العرب وكان قد استعمل عمر بن العاص على صدقات قضاعة هذه منطقة قضاعة تعتبر شمالية في الجزيرة العربية قريبة من الشام طيب ثم قال كتب إلى عمر بن العاص قال أحببت أن أفرغك إلى ما هو خير لك في حياتك ومعادك فكتب إليه عمر بن العاص إني سهم من سهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها فارمي بي فيها الجيوش التي أرسلها الصديق إلى الشام يعني حتى القادة مختلفين حتى القادة مختلفون عن قضية العراق العراق طبعا خال الموليد لا شك لكن خال الموليد فقط بس بالنسبة للشام أرسل إليها أناس بعضهم يعني من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإسلام كأبي عبيدة ابن عامر بن الجراح أو عامر بن الجراح رضي الله تعانى عنه وأرضاه من الذين أرسلهم خالد ابن بكر الصديق مبكرا إلى الشام مين مبكرا جدا لا غير يزيد نبي سفيان مع الأربعة اللي هم الأربعة مين الأرسل هو أربعة قادة مع بعض شرح بيل بن حسنة عبيدة بن الجراح و لا وعمر بن العاص ويزيد بن نبي سفيان هذول الأربعة القادة المشهورين اللي أرسلهم ابن بكر الصديق على رؤوس الجيوش إلى بلاد الشام كل واحد في منطقة جيد لكن قبلهم أرسل واحد اللي هو خالد بن سعيد بن العاص وخالد بن سعيد بن العاص هذا من الصحابة اللي تذكروا أنا قلت لكم إيش المعيار اللي إحنا نقف فيه مع تراجم الصحابة واحد من المعايير إيش واحد أنه يكون من السابقين أو أو بدري أو أيش كمان أو ما يكون مشهور يعني كله شأن لكنه ما يكون مشهور في واقعنا خالد بن سعيد بن العاص تتفق فيه أكثر من صفة خالد بن سعيد بن العاص تتفق فيه أكثر من صفة لذلك اليوم إن شاء الله سنقرأ ترجمته لأنه أصلا كان ممن توفي أو استشهد في هذه السنة مبكرا فلذلك سنقرأ إن شاء الله سيرته رضي الله تعانى عنه وارضاه طيب ذكر ابن كثير أنه كيف حث صديق الناس على الخروج وبدأ يعقد الألوية فيقال إن أول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعانى عنه وارضاه ثم عقد لواء يزيد بن أبي سفيان طبعا يزيد بن أبي سفيان هو خير ابن أبي سفيان رضي الله تعانى عنهم أجمعين يزيد هذا طبعا غير يزيد بن معاوية الناس تعرف يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية ليس صحابيا يزيد بن معاوية هذا اللي جاء بعد معاوية رضي الله تعانى عنه ولم يكن أو وكان في سيرته ما هو شديد الإشكال والانحراف ووقعت في عصره مظالم وإشكالات ومنكرات هذا عصر يزيد بن معاوية لكن يزيد بن أبي سفيان مختلف يزيد بن أبي سفيان من خيار الصحابة من قادتهم ومن أبطالهم رضي الله تعانى عنه وارضاه عقد الصديق لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس ومعه سهيل بن عمر وأشباهه من أهل مكة هذه شوف المعارك الأولى يا جماعة هذه المعارك الأولى ترى من أكبر أبطالها رجال قريش رجال قريش المعروفون والعجيب أنه ترى دائرة أبي جهل كانت دائرة لها تأثير وبطولات ونصر الإسلام عجيبة في فتحات الشام وتضحية وسبحان الله كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي عند الكعبة أبو جهل رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ويحلف ويقول ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أبناؤه وأقاربه فيقتلون في سبيل الله وفي سبيل نشر الرسالة التي حاربها أبو جهل وهكذا دين الله سبحانه وتعالى ثم عقد اللواء قلنا يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناس ومنهم سهيل بن عمر سهيل بن عمر طبعا احنا نتكلم عن واحد ايش نتكلم عن واحد من سادات قريش الكبار اللي هو كان مفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحتيبية وهو الذي أبى ذلك الإباغة وطيب وخرج معه ماشيا يوصيه هذه قصة مشهورة أن أبو بكر الصديق ترى ما أعقد ليزيد خرج يزيد الآن على الخيل وأبو بكر الصديق ماشيا بزواره يوصيه وبعث أبا عبيدة ابن الجراح على جند آخر وخرج معه ماشيا يوصيه وجعله نيابة حمص وبعث عمر بن العاص ومعه جند وجعله على فلسطين وأمر كل أمير أن يسلك طريقا غير طريقي الآخر غير طريقي الآخر لما ألاحظ في ذلك من المصالح المهم خرجت الجيوش الإسلامية من المدينة منطلقة إلى الشام ويعني توزعت هذا الجيوش كما ذكر قبل قليل ثم بعد ذلك حصل طبعا حصلت فتوحات في هذا المرحلة حصل تحرير عدد من البلدان وحصلت مجموعة من الوقعات لكن بعد ذلك اتضح للصحابة رضو الله تعالى عليهم أن الروم قد أقبلوا أو سيقبلون بجيش كبير جدا لا يحتمل هذا التفرق ولذلك أرسل أبو بكر الصديق إلى خالد الموليد رضي الله تعالى عنه ليقدم من العراق إلى الشام ومن المعلوم أنه في عبارة مشهورة لأبو بكر الصديق لما جاءته الأنباء عن الجيوش الجيوش الرومان الصليبية في بلاد الشام وخطورة الوضع فقال أبو بكر الصديق عبارته المشهورة والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد هذه العبارة المشهورة لأبو بكر الصديق أنه لا أشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد سلك طريقا صعبا للذهاب إلى الشام وهذا المسلك هو يؤكد شخصية خالد بن الوليد وقدرته وقدرته وهمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول ابن كثير يقول وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير إن أنت أصبحت عند الشجرة الفنانية نجوت أنت ومن معك وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك فسار خالد بمن معه وسروا سروة عظيمة فأصبحوا عندها فقال خالد عند الصباح يحمد القوم السراء فأرسلها مثلا يقول من الكثير وهو أول من قالها رضي الله عنه لما جاء خالد بن الوليد أيضا هو أنجز بعض الإنجازات في بلاد الشام إلى أن اجتمع بالجيوش وقادها لقتال الروم في المعركة العظيمة الكبيرة اللي هي معركة اليرموك وهذه المعركة معركة يعني هي من معارك الإسلام الكبرى ومعارك الإسلام هي يعني حقيقة مما ينبغي أن يعتنى به وأنا أرى حقيقة مثلا في برامج الجيل الصاعد وما إلى ذلك أنه ضروري يكون فيه واحدة من البرامج واحدة من المواد التي تقدم اللي هي أيام الإسلام أو معارك الإسلام الكبرى هاي ضروري جدا وضروري أن يربوا عليها وبالمناسبة ترى يعني كان وارد عن التابعين أو عن تابعي التابعين أنهم كانوا يعلمون الصبيان مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يربون على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فكرة التربية على هذه المعارك وأحداثها وما يتعلق بها وكذلك أيام الإسلام بعد ذلك هي من الأمور التربوية المهمة جدا التي يعني تعطي شيئا من المعايشة لمثل هذه الأحداث الكبيرة إن فاتت الإنسان أن يحضرها بنفسه يوم يعني عموما هذا الحين الفكرة وبعدين الصادر عموما بالنسبة لهذه أيام الإسلام والمعارك الكبرى إحنا كيف نحدد المعركة أنها كبرى هل هي مثلا بعدد الجيش أو بكثرة القتل الذي حصل فيه أو يعني بقيمة وأهمية وآثار هذه المعركة لا شك أنه من أهم المعايير اللي هي إيش الآثار التي ترتبت على هذه المعركة هذه من أهم المعايير لتحديد المعارك الكبرى أو الأيام الكبرى في الإسلام وحقيقة يا كرام بالنسبة لليرموك يعني لا شك لا شك ولا ريب إنه من أيام الإسلام العظمى ومن أيام الإسلام الكبرى وإنه ما ترتب على اليرموك هو فتح بلاد الشام ودخولها تحت الإسلام هذا يعني هذه معركة كان لها ما بعدها وكان يوم له ما بعده بلا شك وبلا ريب ولذلك يعني هنيئا لمن كان له فيه سهم وقاتل في سبيل الله في ذلك اليوم وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يقال إنه كان في ذلك الجيش ألف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويقال إن فيهم مئة من أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالنسبة للمعركة وتفاصيل المعركة الأحداث التي فيها كثيرة والتفاصيل التي فيها كثيرة لكن أنا سأذكر فقط أشياء يسيرة جدا متعلقة بهذه المعركة طبعا أول شيء بالنسبة لتاريخها كان فيه خلاف ذكرت أنا أشرت إليه والخلاف حقيقة شديد هل كانت في سنة 13 أم 15 هل كانت في 13 أم 15 خلاف سنتين وبناء على ذلك إذا كانت في سنة 15 طبعا في أهد عمر بس ما يتصير قصة بقصة خالد اللي هو لأنه تعرف جاء خبر خبر وفاة أبي بكر المصصديق وتغيير الأمير إنه يكون الأمير العام أبو عبيدة وليس خالد الموليد هذا أول من أوائل ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة فهذا الحدث يبدو أنه حدث ثابت لكن بس إذا كانت هي في 15 فراح يكون هذا الحدث في مكان آخر ليس في اليرموك وإنما في مكان آخر على كل حال الشأن حقيقة ليس في كونها في 13 ولا في 15 الشأن حقيقة هي في كونها معركة كان لها ما بعدها من فتح بلاد الشام الذي رجحه الطبري وصار عليه في التاريخ اعتمادا على قول سيف بن عمر تميمي الضبي الذي مر معنا سابقا إنها في سنة 13 وهي المتفقة مع فكرة ورواية تأمير خالد موليد لأنه خالد موليد لما جاء للشام أخذ إمارة الأمراء أو إمارة الأمراء بعدين يعني لما تغير الحال مع عمر رضي الله وتعالى عنه يعني هذه الرواية تتسق مع فكرة أنه اليرموك تكون في السنة كم السنة 13 كم كان جيش المسلمين من أشهر الروايات أنه كان 36 ألف ستة وثلاثون كان جيش المسلمين ستة وثلاثين ألف مقاتل من القادة الذين كانوا في ذلك الجيش من القادة الذين كانوا في ذلك الجيش عمر بن العاص شرح بيل بن حسنة يزيد بن أبي سفيان بطبيعة الحال هم أصلا الأمراء اللي أرسلهم وبكم الصديق لكن أيضا كان من الأمراء معاذ بن جبل الفقيه الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذلك هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص وغير ذلك من القادة وعلى رأسهم جميعا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه يقول عنه من كثير في هذه المعركة يقول وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه قال ولما أقبلت الروم في خيالائها وفخرها وقد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها وكأنهم غمامة سوداء من كثرتهم يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش فساق بفرسه إلى أبي عبيدة فقال إني مشير بأمر فقال خالد إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيدة لهم عنها وإني أخشى على الميمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرق الخيلة فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة هذه كانت من أهم الأشياء التي أدت إلى الصمود والنصر في معركة اليرموك إنه ما هو بس ميمنة وميسرة في ميمنة وفي وراءها كتيبة خيل وفي ميسرة وفي وراءها كتيبة خيل وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رأاه المنهز مستحيا منه ورجع إلى القتال ومن المعروف والمعلوم في معركة اليرموك إنه كان فيها نساء من نساء المسلمين في المعسكر الخلفي وكان لهم دور في تلك المعركة والدور الأساسي في تلك المعركة هو في تأنيب الفارين والمتراجعين أي أحد يرجع وينسحب يجلدوه ويصرخوا عليه وتكلموا عليه حتى نقلوا عن أبيات شعرية إنه يقولوها لي إنه يقولوا يا هاربا عن نسوة تقياتي فعن قليل ما ترس سبياتي يقول ما ما في خيار تهربت راحنا بنصير سبايا ارجع يقول سيف ابن عمر بإسناده عن شيوخه إنهم قالوا كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة منهم مئة من أهل بدر من الذين كان لهم دور واضح في تثبيت الناس في ذلك المقام مشهور جدا نقلهم عنه المؤرخون أبو سفيان ابن حرب أبو سفيان الذي قاد الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته كان له دور واضح في ذلك المكان بالتثبيت خاصة ومما نقل عنه أنه قال كان يلف ويدور على الكراديس كراديس ويقول الله 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 إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك على عبادك هذا كان مما يقوله أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان رجل قال لخالد موليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد ويلك أتخوفني بالروم وإنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذنان لا بعدد الرجال والله لو وددت أن الأشقر برأ من توجعه الأشقر الفرس حق خالد وكان يشتكي يقول والله لو وددت أن الأشقر برأ من توجعه وأنهم أضعفوا في العدد يعني أنه يليت الفرس حقي صاحي الآن وأنه يكون ضعف هذا العدد الموجود الآن أنه أصلا يعني 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 تنفتح همة الإقدام أكثر في مثل هذا المقام طيب كان في من شهد اليرموك بل العجيب أنه ابن كثير يقول هو أفضل من شهد اليرموك من الصحابة والجميل أنه ثابت عنه بحديث صحيح بطولاته في ذلك اليوم يعني هذه ميزتها النموها من رياة التاريخية إلى أنها في صحيح البخاري كذلك اللي هو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وجاءه بعض أصحاب رسول الله في ذلك اليوم فقالوا يعني نادوه الزبير قالوا ألا تشد فنشد معك فقال أخشى إن شددت أن تتركوني أي فقام فشد عليهم شد اللي هو شدت كذا اختراق يعني فدخل الزبير من عوام أثناء القتال مخترقا الصفوف وبالفعل لم يكمل معه من بدأ معه وأكمل هو رضي الله تعالى عنه إلى أن اخترق الجيش ثم رجع ولذلك ثبت في البخاري أنه عروة ابن الزبير عروة المشهور الإمام يقول كنت أدخل يدي في الضربات التي في جسدي أبي الزبير واحدة منها في بدر وواحدة منها في اليرموك كانت تركت حفرة هذا بعد سنوات طويلة لأنه عروة عروة لم يدرك أباه الزبير إلا وهو صغير جدا والزبير عاش إلى 36 تقريبا واليرموك في 13 يعني نحن نتكلم عن بعدها كم وعشرين سنة تقريبا أو بعدها أقل شي بعشرين سنة لما كان عروة يدخل يده في جسم أبيه مكان الضربة اللي ضربها في اليرموك واللي ضربها في بدر مما يدل على أنه يعني كانت ضربة ضربة يعني كانت ضربة ضربة تركت أثرها أو حفرة في جسمه رضي الله تعالى عنه يعني ذات أثر واضح جدا فالزبير رضي الله تعالى عنه يقول عنه من كثير وكان في من شهد ليرموك الزبير من العوام وهو أفضل من هناك من الصحابة وكان من فرسان الناس وشجعانهم فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحملوا فنحملوا معك فقال إنكم لا تثبتون قالوا بلى فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى وجرح يومئذ جرحان بين كتفيه وفي رواية جرح وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه في صحيحه لفظ البخاري أورده للمحقق في الحاشية مختصر جدا رحمك الله يقول عن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك ألا تشدوا فنشدوا معك فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير طيب من أبطال ذلك اليوم الكبار عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وقال سيف بن عمر عن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال عكرمة يوم اليرموك قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن وأفر منكم اليوم ثم نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه أخو أبو جهل الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قداما في استاطي خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله تعالى عنه وذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماءا فجاء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال ادفعها إليه فلما دفعت إليه نظر الآخر فقال ادفعها إليه فتدافعوها كله كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال يقول من كثير ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم تقرئه عني السلام وتقول يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله شوفوا وصف اجتداد المعركة يقول من كثير قالوا وثبت كل قوم على رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى فلم تر يوم اليرموك إلا مخا ساقطا ومعصما نادرا وكفا طائرة من ذلك الموت يعني كان القتال يعجز يعجز الإنسان عن أن يصفه شيء مهول هو طبعا استمر عدة أيام القتال الواحد يعني لو الواحد بيشرح تفاصيل تفاصيل المعركة والتكتيكها ومدر إيش قصتها قصة يعني طويلة يعني لكنه كان قتالا شديدا شديدا ويقال أنه أول الأيام كان المسلمين يتلقون الضربات يعني هم في أماكنهم فيتقدم الروم فيردون يردون 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 ثم اليوم الأخير رتب التكتيك خالد الموليد على هجوم شامل مع التكتيك الالتفاف حق خالد الموليد الله تعالى إلى أن كسروهم كسرة عظيمة جدا قال ثم حمل خالد بمن معهم الخيالة على الميسرة التي حملت على ميملة المسلمين فأزالوهم إلى القلب فقتل من الروم في حملة هذه ستة ألا ثم قال قال خالد والذي نفسي بيدي لم يبقى عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم وإني لا أرجو أن يمنحكم الله أكتافهم ثم اعترضهم فحمل بمائة فارس إلى آخر الكنام وحمل المسلمون عليهم حملة رجلا واحد فانكشفوا وتبيعهم المسلمون لا يمتنعون منهم قال من كثير قالوا وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم كلمة ابن أبي جهل وابنه عمر وسلم ابن هشام من يعرف سلم ابن هشام ذكروا الدعاء للمستضعفين كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كان يدعو لي من بالأسماء اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام والمستضعفين من المسلمين وهو أيضا من أقارب أبي جهل وعمر بن سعيد وأبان بن سعيد هذا كل من الشهداء وأثبت خالد بن سعيد اللي هو خادم سعيد بن العاص هذا فلا يدرى أين ذهب وضرار ابن الأزور وهشام بن العاص شفت لاحظوا أنه أغلبهم من قريش من سادة قريش لأنه هذا العمر بن سعيد بن العاص وآمار بن سعيد بن العاص وخادم سعيد بن العاص وهشام بن العاص وعمر بن طفيل الدوسي وحقق الله رؤية أبيه يوم اليمامة تذكره أبوه قتل يوم اليمامة كان في رؤية ذكرها ابن كثير فيها أنه ابن يلحق به فإنه كان تحققت في ذلك اليوم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا وبذلوا وصبروا في ذلك اليوم صبرا عظيما ونصر الله سبحانه وتعالى دينه وأعلى كلمته خلينا نشوف سريعا من اللي توفو في هذه السنة 13 هذا احنا على اعتبار القول الأول اللي هو أنه يرموك في سنة 13 طبعا في تلك المرحلة أيضا كان في معركة أجنادين وتجد خلاف أصلا بين المؤرخين مثلا هل العكرمة استشهد في أجنادين ولا في يرموك لكن هي كلها كانت متقاربة لأنه أيضا المشهور أنه أجنادين كانت في 13 طيب من المتوفين في 13 أبان بن سعيد بن العاص وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحديبية ذكروا عثمان قصة قال أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة خالد وعمر فدعواه إلى الإسلام فأجابهما وممن توفي في هذه السنة خالد بن سعيد بن العاص لكن خالد بن سعيد لازم نقرأ سيرته الوحيد يمكن نقرأ سيرته اليوم من سير علامة النبلاء وأيضا ممن توفي في هذه السنة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وسلم بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل بن هشام أسلم سلم قديما وهاجر إلى الحبشة فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت ولجماعة معه من المستضعفين ثم انسل فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخندق وكان معه بها وقد شهد أجنادين وقتل بها رضي الله تعالى عنه أخو أبو جهل وابن أبو جهل وحفيد أبو جهل حفيده أبي جهل ابنه أبي جهل وحفيده أبي جهل وأخو أبي جهل وضرار ابن الأزور الأسدي كان من الفرسان المشهورين والأبطال المذكورين تذكر هذا قلنا احنا واحد منه ليش اللي مع خالد خالد معه اثنين دائما اللي هم القعقاع وضرار ابن الأزور وأيضا ممن توفي في السنة الثالثة عشرة طليب ابن عمير ابن وهب أمه أروى بنت عبد المطالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا من يعرف يا جماعة طليب ابن عمير من أهل بدر ومن أهل الهجرة إلى الحبشة وممن قتل واستشهد في ذلك اليوم في أجنادين عبد الله بن الزبير مين عبد الله بن الزبير مسيتون عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير طبعا معروف أنه قتل في سنة الثلاثة وسبعين للهجرة نحن نتكلم عن ثلاثة عشر عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عم اسم الزبير غير الزبير بن عوام طبعا الزبير بن عبد المطلب هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأبطال المذكورين والشجعان المشهورين قتل يوم أجنادين بعدما قتل عشرة من الروم مبارزة كلهم بطارقة أبطال يا جماعة ترى هذه يعني خلاص لازم تهتموا يا جماعة لنقول احنا الاسماء هذه رح ما نقرأ كذا اي كلام حاجة يسين نتكلم عن حملة الدين وعن طلاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن أبطال الإسلام وعن سابقين وعن أهل بدر وعن من رباهم والنبي صلى الله عليه وسلم هذه النتائج الاقدام والجهاد وحمل الراية ونصر الدين والتضحية طيب وايضا قتل عتاب ابن اسيد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على مكة وكان صغيرا ترى يوم ولاه كان عمره 20 تقريبا يقول ابن كثير استعمله عليها عام الفتح وله من العمر 20 سنة معنى انه كم عمره الآن يعني 23-24 طيب وممن استشهد في تلك السنة الثالث عشر عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه يقول كان من سادات الجاهلية كأبيه ثم أسلم عام الفتح بعدما فر ثم رجع إلى الحق واستعمله الصديق وعلى عمان حين ارتدوا فضفر بهم كما تقدم ثم قدم الشام وكان أميرا على بعض الكراديس ويقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم شوف لما يقول لك أسلم وحسن إسلامه كذا أول ما تسمع هذه الكلمة على طول تذكر عكرمة عكرمة بمجاهل ممن حسن إسلامه يعني حسنا عجيبا ومن المشهور عنه في موقف مشهور عن عكرمة دائما يذكر في سيرته موقف سبحان الله مؤثر وجميل يقول من الكثير وتجدون هذا يعني في حتى يقول لك خرجه الدارمي هو مشهور عنه جدا يقول كان عكرمة يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي يقول من الكثير احتج بهذا الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف حجة أحمد جواز تقبيل المصحف فعل عكرمة لما كان يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي الإمام الشافعي رحمه الله يقول كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام وقال عروة قتل بأجنادين وقال غيره باليرموك بعدما وجد به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعن وممن توفي أيضا هبار بن الأسود وهبار بن سفيان وهشام بن العاص بن وائل أخو عمر بن العاص وأيضا من توفي في هذه السنة أبو بكر مصديق رضي الله تعالى عنه طيب نقرأ سيرة سريعا خالد قلنا إيش اسمه خالد من خالد بن سعيد بن العاص طيب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الذهبي في السير هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي السيد الكبير أبو سعيد القرشي الأموي أحد السابقين الأولين روية عن أم خالد قالت كان أبي خامسا في الإسلام هذه رواية جيد وهاجر إلى أرض الحبشة وأقام بها بضعة عشرة سنة وولدت أنا بها أم خالد بن سعيد مشهورة لها حديث في البخاري لها قصة في البخاري مشهورة طيب وروا إبراهيم بن عقبة عن أم خالد قالت أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم وروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على صنعاء وأن أبا بكر أمره على بعض الجيش في غزو الشام قال موسى بن عقبة أخبرنا أشياخنا أن خالدا قتل مشركا ثم لبس سلبه ديباجا أو حريرا فنظر الناس إليه وهو مع عمر فقال ما لكم تنظرون من شاء فليفعل مثل عملي خالد ثم يلبس لباسه وقيل كان خالد بن سعيد وسيما جميلا قتل يوم أجنادين وهاجر مع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة زمن خيبر وبنته المذكورة عمرت وتأخرت إلى قريب عام تسعين وكان أبوه أبو أحيحة من كبراء الجاهلية مات قبل غزوة بدل مشركا وله عدة أولاد اللي هو أبوه أبان بن سعيد أبان بن سعيد أيضا توفي في نفس السنة رضي الله تعانى عنهم وأرضاهم هذا نص من ابن الكثير ليس في البداية والنهاية وإنما في التفسير قال معلقا على قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال ابن كثير بعد أن ذكر كلاما قال ثم لما مات رسول الله واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق فلما شعث ما وهى عند موته شوفوا هذه جمل اللي جماعة تحفظ في جمل أحيانا تكون كذا كاشفة عن مرحلة أو عن شخصية لما شعث ما وهى عند موته هذه حين جملة مهمة في صيرة أبو بكر لما شعث ما وهى عند موته صلى الله عليه وسلم وأطدأ الجزيرة العربية وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن موليد ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة ومعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمر بن العاص إلى بلاد مصر ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرة ودمشق ومخاليفها ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهما وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة ومنع للإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق فقام في الأمر بعده قياما تاما ثم أخذ ابن كثير في التفسير يعدد الفتوحات الفكرة في هذا النص إيش هي إنه جعل هذه الفتوحات هي تصديق جعلها تصديقا لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فكأن ابن كثير يقول متى وقعت هذه الآية وكيف وقعت وكيف تحققت هو يقول من وقت النبي صلى الله عليه وسلم من فتوحاته ثم بعد ذلك أوباكن الصديق ثم عمر الخطاب يقول ثم لما كانت الدولة العثمانية يقصد عثمان بن أبي عفان يعني عثمان بن أبي عفان امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاده المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاده القيروان وبلاده سبتة كأنه حتى يعني العثمانية كأنه مد فيها ما يتعلق بالأموية لأنه من بني أمية وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقضية التمكين للدين وما إلى ذلك وحقيقة هذا أمر مهم جماعة الخير أنه الإنسان يعني هذه الأحداث اللي إحنا جلسين نتكلم عنها إحنا ذكرت في اللقاء الماضي أنه هي من عظمها ترى وشار إليها في القرآن وشار إليها في القرآن وأمر عظيم جدا سواء فيما يتعلق بقتال المرتدين وأمس قرأت عليكم من التفسير في قول الله تعالى ميرتد منكم عن دينه وكلام الحسن البصري وكلام قتادة لأن المقصود هو أبو بكر الصديق في قتاله المرتدين ثم الآن هذه الآية وعد الله الذين آمنوا عن المصلاحات وكلام الكثير في تفسيرها وتنزيلها على أصحاب رسول الله الذين مكنوا الله لهم في الدين ونصروا هذا الدين فهذه يعني من القضايا المهمة في النظر إلى تلك الحقبة وإلى تلك المرحلة طيب يا جماعة الخير إحنا ما شاء الله نضينا حلقات وساعات وإحنا لازمنا نراوح في مرحلة واحدة يعني إحنا ما ترى الآن ما جاوزنا سنتين يعني كل الكلام الآن فيه 12 و13 صح؟ أو 11 من 11 إلى يعتبر بداية 13 تقريبا نحن فيه سنتين سنتين وشوية ونلاحظ أنه هذه السنتين يعني مليئة جدا صح؟ يعني هاتان السنتين مليئتان جدا جدا فين الفراغ اللي فيها ما فيه ما فيه فراغ صح؟ يعني تلاحظوا أنه هي مليانة متخمة متخمة بالأحداث العظام الكبيرة جدا ولذلك يعني التأكيد على فائدة أنه هذا هو هدي أصحاب رسول الله العمل الدؤوب الدائم نصرة الدين تضحية البذل ما فيه فراغ ما فيه حياة عارف كذا يعني إيش فيها مساحات هادئة وبعيدة متباعدة الأطراف ما فيه حياة كلها عمل 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 دؤوب خاصة إذا وجد الموجب لهذا الدأب في العمل والاستمرار فيه ولذلك ترى لا يتوقع يا جماعة الخير ونختم بهذا التوقيع يعني لا يتوقع ولا ينبغي أن يتوقع متوقع ولا أن يظن النظان أن هذه الأمة يمكن أن تتحرر مما هي فيه وأن يصلح حالها في أناس عندهم ساعات دوام محددة للعمل للدين جيد هذا فضلا عن إيش فضلا عن الناس الذين رضوا من العمل للديني القراءة الشخصية وزيادة المعلومات والمجالس الأدبية والتبادل الثقافي للمعلومات الفكرية هذا ما له دخل في الشيء نحن نتكلم عنه نحن نتكلم يا جماعة عن أمة تعاني ما تعاني من أنواع الويلات على الجانبين اللي تكلمنا عنها اللي قلنا حفظ الدين في مادته وحفظ الدين في حراسته من أعدائه اليوم الأمة تعاني من هذين الجانبين أشد المعاناة يعني ما هو في شيء من المعاناة وفي أشد المعانا أشد المعانا هنا على مستوى العلم والإيمان والعقيدة والفكر والشبهات ولكذا وهنا على مستوى الاحتلال والهيمنة والاستضعاف والقهر من كان يظن أو يتوهم كذا بس وهم أن الأمة سيعود لها عزها ومجدها بأناس يعني حياتهم مشغولة بس هم ما ينسوا العمل للدين أن يعطوه شيء من الوقت فهو واهم ما يمكن هذا لا يتأتى لن يحدث ذلك لن يحدث ذلك إلا بأناس يكون العمل للدين أولويتهم الدائمة والقصوى ويكون عملهم لهذا الدين ليل نهار ينام عليه ويصح عليه يستمع مع من يستمع عليه ويتفرق مع من يتفرق عليه فإذا لم ترى في الواقع أمثال هؤلاء فنقول لك لا تنتظر شيء لا تنتظر حقيقة لا تنتظر شيء أما إذا وجد أمثال هؤلاء ممن يبذلون بالليل والنهار لنصرة هذا الدين والحفاظ عليه ودفع الإشكالات عنه وإعادة الناس إليه ونصرته بمختلف وسائل النصرة إذا وجد هؤلاء وكانوا من أهل الصلاح والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهناك عند ذلك الوقت تحديدا استبشر خيرا واعلم أن الأمة قد سلكت المسلك المعتاد في إعادة إصلاحها وإصلاح أحوالها نحن نتوفر وفرغنا من سلسلة الطريق إلى بيت المقدس تكلمنا كثيرا عن صلاح الدين وعن نور الدين وعن كذا وقلنا يا جماعة من 541 إلى 583 تذكروا أنتم اللي حضر معنا المجالس واللي كذلك الآن يجاهدها شيئا في شيئا في اليوتيوب ما كان فيها إيش فراغ تذكر عنه طحن قتال عمل دأوب ليل نهار ليل نهار ليل ما حرر بيت المقدس كذا هي هي كذا هي ما تكون إلا كذا أصلا عشان كذا يا جماعة الخير أنت تجارس اليوم كذا تظن أنه في شيء مفاجئ رح يصير ورح ينتصر المسلم ما حيصير ما حيصير لن يكون لن يكون إلا بأناس يسلكون مسلك أصحاب رسول الله في نصرة دين الله يبذلون ما يمكن أن يبذل كل هذا طبعا في نطاق السنن والأسباب ليس مطلوب منهم أن يغيروا المعادلات فجأة يخلهم ما في عوائق لا القصد هو فيما يمكنهم أن يعملوا لكن الفكرة هي يعني هي في أن لا يكون هذا العمل آخذا فضول أوقاتهم فضول أوقاتهم كما يصير فاضي وقات الإجازات وكذا وقد يقول قائل طيب ماذا نفعل يعني أنت الآن كذا تجعلنا في في قلب الحرج والمواجهة مع ظروف الحياة التي نعيش فيها وهي فعلا هذا السؤال صعب حقيقي يعني لأن قضية أحيانا ليست في عدم الرغبة كثير من شباب المسلمين يحبون الإسلام ويرغبون في أن يقدموا له كل شيء لكن يصطدمون به هذا يعني هذه الطبيعة المعاصرة التي نحياها والتي تحكمنا في حياتنا اليومية حياة صعبة تفاصيل وإجراءات ويعني موانع كثيرة جدا تحكم الإنسان وتنهش منه نحشا حتى لا يبقى منه إذا تخرج من الجامعة لا يبقى منه شيء إلا أنه يقول يا الله يا رب إنك بس تسري مكان أشتغل فيه وبيت أسكن فيه والحمد لله رب العالمين قد أديت يعني خلاص يعني انتهى جهاده في الحياة مرحلة الكرف في الحياة الشديدة جدا أخذتها منه تلك الظروف وتلك الأحوال على الأقل على الأقل على الأقل تعرف أنه هذه مشكلة حقيقية موجودة في واقعنا المعاصر لابد من التفكير الحقيقي في كيفية التعامل معها لابد من التفكير الحقيقي في كيفية التعامل معها على الأقل لبعض النخب الذين يجب برأيي أنه يفرغ نخب من الأمة بعيدا عن هذا الإشغال وتدفع لهم الأموال فرغون لخدمة هذا الدين وهذا أقل للواجبات ترى ما هي ترى ما تحسبوا أنه يعني إحسان كبير هذا أقل للواجبات أنه تكون للأم مع الأسف اللي ساير بالعكس لما يتميز إنسان حتى لو كان في محاضن ولا في حلقة تتميز كذا الله أكبر هيا مكافأة دي رأسة مجانية في بريطانيا أهذا غاية ما وصل إليه فكركم أن تكرموا تودوه هناك بريطانيا عشان يدرسوا عشان يجيب شهادة أحسن شي هذا أقصى شي سطعتم منكم تصلوا ليه بتفكيركم والله هذا الاستسلام لمنطق غير صحيح أبدا المفترض إنه لما يكون فيه واحد متميز زي كذا هذا اللي يفرغ وقته لخدمة الدين والإسلام ولا كيف راح يتغير الوضع كيف يعني يا جماعة الخير والله يا جماعة تكلم من جد يعني يعني يمكن واحد يضحك شوية بستن تكلم من جد كيف العقلاء الكبار في السن الكبار الأمهات الناس فكروا كيف إذا كل واحد مشغول في الحياة بستين ألف شغلة والكل مستسلم والكل يؤكد هذا الاستسلام وبعدين يقول الله المستعان على أحوال الأمة يخير الله المستعان والله يا الله المستعان طب ليش الاستسلام هذا لكل شي فإذا ما فرغ ناس من أبناء الأمة فحقا إنه يكون عمله الوحيد عمله الوحيد هو خدمة هذا الدين والإسلام بطبيعة الحال ما يحتاج نأكد أنه فيه واجبات عائلية وأسرية واجتماعية هذه ما يحتاج هذه معروفة في الإسلام نفسه أصلا ما يحتاج نقوله كأنه شي جديد بس نحن نتكلم عن أنه فيه ناس يحتاجوا أنهم ما يستهلكوا بهذه الأمور بعجلة الحياة طاحنة الصعبة جدا وما هو عيب ولا غلط ولا غلط أنه يكون فيه دعم لأمثال هؤلاء ودعم لهم في زواجهم ودعم لهم في معيشتهم ودعم لهم في استقرارهم ودعم لهم ودعم إلى آخرهم ولا كيف ممكن يا جماعة الخير أنه واحد يقدم شي حقيقي يمكن أن يؤثر به في الواقع إذا هو مستنزف في دوام ثمانية ساعات وعشر ساعات وبعدين يا الله يحصل كذا وبعدين ما تكفي الفلوس حتى الفلوس اللي حصلها من هذا الدوام يا الله يا الله تكفي والأوضاع المادية والأوضاع الاقتصادية صعبة على كثير من الناس أصلا وبعدين الواحد لا هو اللي ينام مرتاح البال ولا هو اللي يفكر إيش يسوي يصبح يمسي ويفكر إنه كيف يا ربي بس إيش يقدر يعيش عايشا ها يعني يالله حتى ما هو العايش الرغي هذاك الواسعين يالله يمش حاله وإذا نظرت إلى أحوال الشواب الجامعيين فحالهم صعب وخاصة المغتربين يعني الأمور ما هي سهلة فحقيقتني جماعة الخير أنا عندي إشكال حقيقي إنه كلما جاءوا ناس من المتميزين والأفاضل وكذا تكون مكافأتهم بزيادة إشغالهم في صعوبات الحياة وظروفها أنا أرى أن المكافأة الحقيقية تكون بتفريغهم عاد في ناس بيزعلوا من هذا الكلام وبيشوفوا غير واقعي أقل شيء أقل شيء أقل شيء يطلبوا منك إنه اعتبر وجهة نظر أقل شيء خلي وجهة نظر يا أخي أنت عندك وجهة نظر أنا عندي وجهة نظر هذه وجهة نظري من خلال الخبرة في الحياة من خلال التجربة الطويلة اللي رأيتها وعاشرتها مع الشباب أنا وصلت إلى وجهة النظر هذه يعني اعتبرها وجهة نظر تمام وصل اللهم على نبينا محمدنا على الهراء وصحبه جميعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر